من تونس عبر خدمة سكايب ينضم إليه دكتور سوهيل العلوينية المتخصص في الأمراض الجرثومية. أهلا بك دكتور سوهيل. إلى أي مدى تبدو هذه التحفظات اليوم واقعية بالنسبة للقاح الروسي الذي أعلن عنه؟ شكرا على استدلاع تحيط لكل مشاهدين خالة الغد. وحقيقة الأعلان الذي سمعناه من طرف رئيس الروسي بلادي ميربوتين هو أن أعتبره أعلان سياسي وليس علمي. نحن تمنى أن يكون حقيقة هذا اللقاح ناجع. ولكن يبدو أننا ما زلنا الآن في المرحلة الثانية لتحليلات السريرية. معناها التجارب السريرية. وكما تعلمون هناك ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي من خمسين شخص إلى مئة شخص. المرحلة الثانية من إلى خمسمائة شخص. مع مختلف الأعمار والأجناس. والمرحلة الثالثة المهمة جدا أنها أهم مرحلة. هي مرحلة اختبار نجاعة الفيروس على ألاف من الأشخاص. مع ستادي معناها يسميها double blind. معناها فما ناس يأخذوا الفيروس وناس ما يأخذوش الفيروس يأخذوه زي البلاسيبو. لكي نعرف نجاعة الفيروس. هذه لم يصلوا إليها بعد. الآن هما في المرحلة الثانية. ولذلك وقع تسجيل لكي يعطى الإنسان. ولكن نترقب في المرحلة الثالثة. هذه ستثبت إن كان هذا الفيروس. هذا التطعيم له نجاعة أم لا. وهذا تقريبا ما زال بدري شوي. عشان نقرر هل فيه نتجة. نحن نتمنى أن يكون معناها. لكن على أي أساس يقوم الباحثون الروس اليوم بإعلان. التوصل إلى لقاح لهذا الفيروس في وقت لم يمر بالمراحل السريرية المطلوبة. دكتور سهيل. هو الآن اللي سمعناه هو إعلانات من طرفهم. وهذا معناها لا ننكره. معناها وطبيعة الفاكسين. معناها كذلك نعرف أنها متكونة من فيروسات الأدينوفيروس. مع الجين تبع الكورونافيروس. هذا نعرفه ولكن التجارب السريرية والتجارب المخبرية كذلك. لم تنشر بعض في المجلات العلمية على مستوى العالم. لكي نعرف هل هناك نجاح. نحن لا نكذبهم. فالآخر. الأعلانات المتاحة ممكن يكون صادقة. ولكن نترقب كذلك. لكي يكون هذا التطعيم على مستوى عالمي. معناها يكون ناجح. مهم جدا أن نعرف متى نجاعت هذا المكسين. ببعوث علمية ومنشورة على مجلات علمية عالمية. لكي نطمئن. لا أريد أن الإنسان في وضع حذر. لأن الأعلان أتمنى أن لا يكون أعلان سياسيا بحث. هذا الذي يهمنا. نحن كعلماء. الذي يهمنا هي البحوث العلمية. التي تثبت نجاعت هذا التطعيم. شكرا جزيلا لك دكتور سهيل العلويني. المتخصص في الأمراض الجرثومية من تونس.